ترجمة نانسي قنقر ملك البلاد المعظم والتي شملت رفع مستويات الجهود المبذولة في توظيف التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وتكثيف برامجه في القطاعات الحيوية وفق النظم والمعايير اللازمة للارتقاء ببعولمة وتنمية عوائده وصلطت الحلقة النقاشية الضوء على عدد من المحاور التي شملت أهمية التكنولوجيا الحديثة للذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التشريعية وصياغة السياسات ودور السلطة التشريعية في صياغة السياسات مستدامة للحكومة التكنولوجيا الحديثة إضافة إلى التشريعات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي ترجمة نانسي قنقر